حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفيالي جروسي من أن محطة زاباروجيا للطاقة النووية الأوكرانية ظلت بدون مصدر طاقة خارجية احتياطية على مدى ثلاثة أشهر ما جعلها عرضة للخطر بشكل كبير وضاف أن المحطة تعمل على خط طاقة واحد حاليا بقدرة 750 كيلو فولت للكهرباء الخارجية التي تحتاجها لتبريد المفاعل النووي ووظائف السلامة والأمن النووي الأساسية الأخرى وذلك من أصل أربعة خطوط كانت المحطة تمتلكها قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية وقال جروسي لا يزال الوضع العام في الموقع محفوفا بالخطر وتابع لا يزال وضع الطاقة الهش في الموقع مصدر قلق عميق ووفقا لمبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحديثة هناك حاجة إلى تكثيف الجهود لضمان إمدادات الكهرباء خارجية أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها